قائمة شاملة من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قدمها فريق التحقيق الدولي التابع للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المخرجات التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين رصدت خلال الفترة منذ ستمبر 2014 وحتى الشهر الماضي وشملت مختلف أطراف الصراع قال فريق التحقيق الدولي الذي رأسه التونسي كمال جندوبي أنه حدد أشخاصا قد يكونون مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم حرب باليمن ومثلما عد الفريق بأن التحالف بقيادة السعودية قام بارتكاب أعمال ترقى لجرائم حرب لم يستثني ميليشيا الحوثي والتي توصل إلى أنها مارست التعذيب وتجنيد الأطفال وهو ما قد يصل إلى جرائم حرب أيضا الحكومة اليمنية والإمارات ليست بعيدة عن جرائم الانتهاكات دع الفريق إلى محاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات كما شكك بنتائج الفريق المشترك للتحالف تبريرات التحالف لجرائم استهداف المدنيين لا تخرج عن اعتبار ما جرى حادثا عرضيا بحسب ما توصل إليه فريق التحقيق الدولي يأتي هذا التحقيق في ظل مطالبات حقوقية واسعة بتقارير مستقلة وموضوعية حول جرائم استهداف المدنيين في اليمن منظمة هيومن ريتس ووتش في آخر تقاريرها اعتبرت أن التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة السعودية في جرائم الحرب المزعومة تفتقر إلى المصداقية فهل يمكن أن يكون التقرير الجديد لفريق التحقيق الدولي بداية جيدة لإنصف الضحايا الأبرياء في اليمن وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة العادلة والمستحقة موسيقى